السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله في هذا الفيديو سأخبركم اختبار تدريبي بالفهم المقرول الصف الثاني السؤال الأول اقرأنا الثالث ثم اجف عما يليهم يلسلة نزلت من السرير ووقفت أمام المرأة فذعرت لطول شعري تناولت فطور الصباح وقصدت دكان الحلاق دخلت فسلمت على الحاضرين وجلست بين المنتظرين وتناولت إحدى المجلات وشرعت في القراءة فجلست على الكرسي الضخم وضع الحلاق المنجيل حول عنقي وسألني عن التسريحة المفضلة عندي ولما أجبته أمال الرأس وتحردت الأصابع بالمقص بسرعة عجيبة لماذا انزعج الصبي عندما شاهد شكله في المرأة؟ انزعجه من طول شعره ما أول ما فعله الصبي عند دخول تكان الحلاق؟ سلم على الحاضرين ما السؤال الذي سأله الحلاق الصبي؟ عن التسريحة أو ما هي التسريحة الذي يريدها؟ علل وضع الحلاق المنديل حول عنق الصبي حتى لا يتسخ أذكر من النص ما يدل على أن الصبي كان يشعر وقت فراغه بالمفيد كان يقرأ المجلة كان الحلاق ماهرا في عمله لأنه سريع عندنا هنا تحركت الأصابع بالمقص بسرعة عجيبة ما مضاد كلمة بطيء سريع مرادة كلمة خفتو فزع أو فزعتو نستخرج اللام القمرية من الفقرة عندنا المرآة المرآة نستخرج اللام الشمسية السرير حمزة وصل أمام أدنى أقول هنا أمام همزة وصل التسريحة حرف جر على وسم مجرور الكرسي هنا على وهنا الكرسي جملة فعلية وقفت أمام المرآة أمام المرآة المرآة هنا نرتب أحافظ على الهدوء في المكتبة العلم نور والجهل ظلام أضف اللام لألف الأسماء التالية الولد الشجرة الشيخ الكبار الأشجار الثمر الناس الآخرون وبكذا انتهينا من هذا الاختبار أتمنى أن نشر هذا الفيديو لطلاب الصد الثاني لتعم الفائدة وكذلك الاشتراك في القناة ووضع لايك لهذا الفيديو شكرا لكم شكرا لكم